السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي او زملائي اعزائي اخباركم ايه يا رب يكونوا بخير ان شاء الله هنتكلم في فيديو جديد ازاي تجهز الرشوشة بتاعتك وتكون جاهزة ان انت تشتغل بيعم تابعوني في الفيديو ده وياريت اللي بيشوفني الاول مرة يشارك في القناة ولو عجبوا الفيديو ويدوس اعجاب وهم يبقاش بخيل ويدوس اعجاب لان في ناس كتير للاسف بيتفرجوا على الفيديو وما فيش اي استجابة يعني حتى لا بيسأل تمام ولا بيدوس اعجاب ولا بيتشارك في القناة فكون ايجابي ودوس اعجاب او دوس وتشترك في القناة تعالوا معي تابعوني ونشوفها نتكلم ايه في ايه النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا جماعة نتكلم في موضوع مهم وعلى جانب من الاهمية ازاي نحضر الرشاشة بتاعتنا وتكون جاهزة اننا نشتغل بيها اولا لازم تبقى عارف ان في الشرطات معينة لازم تكون في بالي دايما كل مرة باملى الرشاشة بتاعتي وبحط فيها المبيد ايه هي اولا المبيد المية بتاعتي اللي باملى منها الرشاشة تكون مية حنفية مش مية سخنة لان في كتير بيشتغلوا بمية سخنة وده لا يا صح كويس نمرة اتنين وبرضو على جانب من الاهمية لما بمزج المبيد بتاعي في ناس بتحط المية الاول وبعد كده في الاخر خالص بتحط المبيد وده غلط الصح بتاعه ان احنا نمرة واحد والرشاشة بتاعتي فاضية بابدأ احط المبيد بتاعي تحت في القاع اول حاجة احطها في الرشاشة وهي فاضية المبيد تاني حاجة بابدأ املى المية ليه? علشان بنبدأ نضمن التقليب المستمر من القاع حتى امتلاء الرشاشة يبقى طول ما الرشاشة بتتملي مية بتقلب نفسها بنفسها المبيد مع المية يبقى كل زرة مية بيبقى ممزوجة بالمبيد كده بيبقى احنا بنضمن اعلى درجة تناسق ما بين المبيد والمية بعكس لما احنا نشتغل ان احنا نملة مية آآ نملة مية وبعد كده نحط المبيد كويس ما نضمنش المهندس اللي معي ما نضمنش الفني اللي معي ان هو ما يبدأش يقلب الرشاشة انه مفروض يمسك الرشاشة بعد ما بيقفلها بيبدأ يقلبها علشان يمزج المبيد بالمية كويس فالولد بيستسهل بيبدأ يملى يقفل يضغط يرش غلط احنا في الحالة دي بنبقاش ضمنين التناسق والتناقل والتجانس ما بين المبيد والمية بنلاقي المبيد في الجزء في الفوق بيبدأ الجزء اللي تحت لسه المبيد ما وصلوش فبيبقى المية آآ المبيد بيصلها بضعف خفيف خفيف خالص حتى لما باجه اشتغل بلاقي المية بتطلع من الرشاشة خفيفا مش تقيل مش اللي هي اللي زوجة اللي احنا بنوخدين عليها او المية اللون الابيض اللي احنا بنوخدين عليه اللون اللبن فنعرف ان التجانس جوه الرشاشة مش صح في الوقت ده بنعمل ايه بنوقف شغل خالص بنبدأ نرج الرشاشة علشان تمام التجانس الهم حاجة عندنا في الموضوع الشغل انحاطة مبيد مع مية علشان الاتنين يتناسقوا مع بعض عشان الاتنين يقوموا بمهمة واحدة كويس تمام يبقى انا في حالة لما باجه اشتغل واشك في الشغل التاعي من اول رش اشك في الشغل التاعي ازاي المية بتاعتي بتطلع مية حنفية مش مية ممزوجة بمبيد فبعرف على طول ان فيه غلطة عندي فعلى طول برجع اصلح من غلطتي علشان اكمل شغل انا كده برش مية مش برش مبيد علشان نبقى عارفين وباطحين كويس علشان كده باعفيكم من كل من الخطوة دي وبقول لكم الخطوة الاساسية مبيد اول وبعد جانا مية تاني يبقى احنا كده الرشاشة بتقلب نفسها بنفسها باقفل اضغط اشتغل يبقى انا دلوقتي ضامن ان المبيد بتاعي متجانس مع المية وضامن انها من اول رشة هلاقي المبيد بتاعي درجة التجانس كويسة جدا وفعلا المادة التقيلة يعني المية اللي بتطلع معي لون ابيض تقيل لون لبن فببقى عارف ان ده صح وانا ماشي في طريقي صح كويس تمام طبعا احنا عارفين حاجة مهمة خالص ان الرشاشة حجمها باللتر والمبيد حجمه بالسانتي ما ننساش الموضوع ده الرشاشة بتاعتي اول احجام خمسة لتر طبعا الاتنين لتر دي زغارة اللي بقى الزراعة ومنشغلش عندنا في الصحة العامة لانها صغيرة خالص لكن برضو في ناس بتشتغل بيها كويس انت كده على فكرة انا بتشغل برشاشة اللي هي الاتنين لتر دي بتهدر منك مبيد بتهدر منك وقت بتهدر منك جهد كونك انت بتحضر برشاشة اللي الاتنين لتر دي اكتر من مرة بتهدر منك مبيد لانك انت بتحضر مبيد كزا مرة فمع كل مرة بتهدر كمية مبيد معاك بتهدر جه دي وانا بشتغل ان هشتغل اكتر من مرة هتبدأ الاتنين لتر تقف هروح احضر وروح اشتغل اروح احضر وروح اشتغل ده بياخد مني مجهود بياخد مني وقت وبياخد مني كمية مبيد كويس لازم انا شغل في مكان اقدر المكان عشان اقدر الاداة اللي هاجبها يعني مسلا وليكن لو شقة مش هينفع اجيب الرشاشة اتنين لتر كويس ممكن خمسة وممكن عشرة يعني ممكن تجيب خمسة او عشرة برضو حسب تكاسفة الحشرة ممكن الشقة زغيرة لكن الحشرة اللي فيها كتير يبقى يجيب العشرة افضل يبقى انا معي عشرة لتر في كل مرة حتى لو انا عملت مرتين بعشرين لتر اسمع مرتين لكن او انا اجيبت الرشاشة اه متنين لتر وعملت مرتين باربعة لتر ما يعملوش حاجة دا يضبك ما يعملوش نص المطبخ كويس يبقى انا لما اعمل تحضرتين بعشرين لتر احسن ولا اعمل تحضرتين باربعة لتر احسن اكيد العشرة لتر احسن هتوفر معي وقت هتوفر معي مجهود هتوفر معي مبيد يعني التحضرتين في العشرين لتر ممكن تبقى كافية ان انا اعمل شقة كاملة لكن التحضرتين فم واتنين لتر ممكن اعمل نصف المطبخ واكمل الباقي لابا انا كده بتعب بتعب نفسي بزود المبيد وده كست علي تمام وكده غلط فينطح لما اروح المكان اقدر المكان عشان اشوف الاداة بتاعتي المناسبة الاداة بتاعتي هيجيب الرشاشة لعشرة لتر كويس ابدأ اشتغل بيها هتوفر لي كتير جدا هتوفر لي عدد مرات التحضيره وهتوفر للوقت بتاعي وهتوفر لي مجهودي كويس دي حاجة تانية برضو ما ننسهاش تبقى في بالنا دايما عشان تكون محترف في شغل بتاعك يبقى لازم تشتهل صح حضر مبيد صح تجيب المعدة صح كويس ده الراجل محترف وده الراجل اللي عاوز يبدأ صح حتى لو انت بدأ من السفر حديث خبرة ده ما يشغلكش وما يقللش منك وما يقللش من عزمتك لك هدف لازم توصله وهتوصله كويس يبقى حضرت المبيدي وانا عارف ان المهندس قال لي احضر المبيد بطريقة كزا المعدة اخترتها صح كويس مسج المبيد بقى اهم حاجة في مسج المبيد اختار نوع المبيد صح يعني اجيب المبيد متعارف عليه وموثوق به في السوق يبقى انا عارف ان الشركة بتجيب المبيد الفلاني عشان المبيد الفلاني كويس جدا وفعليته ممتازة يبقى اختار مبيد صح كويس تمام اشتغل ازاي بقى اقول لك حاجة احنا دلوقتي عندنا في في شغل المبيد او تحضير المبيد انا بالنسبة لي انا تمام وهي وجهت نظر لي انا يعني فيه ناس مششغلين بطريقتي فانا هقول لكو طريقة بتاعتي كويس انا بشتغل باتنين مبيد اسمهم بسميهم انا برضو مبيد اساسي ومبيد حامل او مبيد مساعد مبيد اساسي ومبيد مساعد كويس انا بعمل ليه اتنين بعمل بحط اتنين مبيد علشان اكون واثق ان التركيبة بتاعتي المبيدين بيكملوا بعض لما المبيدين بيكملوا بعض يبقى عندي اا اقول لكو ايه اصرق درجة ابادة تمام بعكس لما بشتغل بمادة واحدة بس لا انا بحط المادتين على بعض علشان اكون واثق من ان الرشة هتجيب نسيجة وطبعا ده بشوفه بعد الرش بشوف الحشرات اللي عندي ميتة فبعرف ان المادتين اشغالين على الاكمل وجه كويس احنا قلنا المادتين يعني ايه اساسي ويعني ايه مادة حاملة او مادة مساعدة هقول لكم المواد الاساسية بتاعتي اللي هي المواد اللي هي قوية في السوق اللي هي رقم واحد في السوق كويس وليكن اا لمبادة عشرة دي مواد اساسية طبعا في مواد كتير جدا في السوق وبينزل من يوم اليوم مواد جديدة فدي مش النهاية انا ممكن دلوقتي انا بكلمكم او انت وقت ما بتشوف الفيديو ما بقاش في السوق المواد عشرة او او اي مادة تانية انا بكلم عليها بتكون نازلة باسماء تانية ان هي بكل مرة بتتغير الاسماء التجارية كويس فما بقاش نهاية نهاية الفيديو انك انت مرتبط باسماء انا قلتها لأ ممكن يكون الاسم التجاري مش مش هتلاقيه لكن هتلاقي البديل بتاعه كويس وتتنقي او تنقي انضف مبيدات اللي ليها داتا شيت احنا اتكلمنا كل كل كلامنا احنا نجيب مبيد محترم علشان دي سمعتي وسمعت شركتي كويس كون حضرتك منظف في الشركة او كون حضرتك صاحب الشركة لازم تجيب مبيد محترم علشان تشتغل به علشان تروح تشتغل من اول مرة تقضي على الاصابة كويس تمام ايه بقى المادة المساعدة او المبيد المساعد انا بشتعل عن نفسي انا بجيب المالاسيون طبعا احنا عارفين في السوق فيه تلاتة مالاسيون او تلاتة انواع من المالاسيون كويس في المحتكي بالسوق قوي اللي بينزل يشتير مبيد بايده هيبقى عارف اللي انا بقوله فيه ثلاثة انواع في السوق فيه نصر فيه طبعا انا بتكلم مش دعاية لحد تمام انا بتكلم بكل امانة اللي انا قبلته اللي انا لمسته بايدي فيه مالاسيون ادوية فيه قفر الزيات وفيه النصر تلاتة تلاتة شركات احسنهم برضو مش دعاية لحد دي امانة وبنقلها لكم احسنهم قفر الزيات كزد تمام ده انضف نوع مالاسيون قوته محترمة جدا ويشتغل معك بكفاءة انا لما بحط المالاسيون مع المادة الاساسية بتاعتي اللي انا بختارها حسب اللي موجود عندي في شركتي تمام ببدأ اشتغل اركب صح كويس وابدأ اشتغل وانا واثق مدومت انا بدأت في التركيبة بتاعتي والتحضير بتاعتي المبيد مع ميا المبيد بتاعي انا عارفه صح المهندس قال لي اجيب المادة اللي الشركة شغلة بيها او الشركات لها سمعة المادة ليه سمعتها محترمة في السوق اقدر اشتغل بيها تمام المهندس قال لي حط المالاسيون مع المبيد الاساسي حط المالاسيون اللي هو نوع المهندس قال لي عليه هكتبه لكم دلوقتي تمام برضو عشان برضو عشان ارجع واقول مش دعاية لحد انا بتكلم بكل امانة واللي انا جربته ممكن حد تاني ممكن وجهات نظر ممكن حد تاني يفضل مسلا الادوية او نصر عن كفر الزيات هي ازواء مع ان انا جربت فانا بقول لك اللي انا جربته بقول لك التجربة الشخصية تمام اه طريقة بقى الاحجام اقدري ازاي كمية المبيد اللي هحطها اولا اللي بيحكمني في الموضوع ده حاجتين ولازم تنبع عليهم احنا جماعة شغلتنا زي الدكاترة ازاي يعني لازم تقعد مع العميل وتسأله انت شغلت قبل كده رشد اخر مرة امتى طب رشد ايه حتى هناللومبلي ما يعرفش هيقول لك من الريحة لا والله على فكرة حضرتك المادة اللي هوم عراشوا بيها الشركة اللي فاتت شبيهة بالمادة اللي انت حضرتك بترش بيها شبيهة بالمادة ننت بترش بيها طبعا علموية مش عارف مش محترف فمش هيبقى عارف اسم المادة لكن من الريحة هيبقى عارف ان هي شبيهة بالمادة نتشغل بيها يبا احنا كده وصلنا لنص الهدف. تاني حاجة اللي يهمك انت بقى شفتك تشوف كسافة الحشرة عند العميل. هل هي واحد اتنين قليلين ولا كتير? العميل بقاله فترة بيشوف ايه? شوف سرطار سرطارين ولا بيشوف كمية تراصير لدرجة انت لما روحت بنفسك شفت كمية كبيرة. يبقى شيء بديهي لما عملي يقول لك لا ده شركة امبارح اشتغلت ومعملش نتيجة شركة امبارح اشتغلت. يبقى معنا كده انت ترفع التركيز بتاعك. واجب عليك ترفع التركيز. ليه? احنا اتكلمنا في موضوع مناعة الحشرة. وانا هنزل لكم فيديو في الموضوع ده. مناعة الحشرة. يبقى سرطار اللي عاش من المسبح اللي حصلت امبارح. لما الشركة اللي قابلي جات اشتغلت. ومعملش نتيجة او فيه سرطار او انا اسف. ان فيه سرطار عاش ده دي مناعة مكتسبة عند الحشرة. مش عيب شركة. مش عيب مهندس. كويس? وارد جدا ان احنا نشتغل اه في مكان فيه مية في المية اصابة. نجيب النهاردة تمانين في المية اصابة. وبنشوف باقي تاني. او بنشوف سرطار تانية موجودة. ده مش عيب ومش تقصير من الشركة الاولينية. كويس? تمام. لكن العميل اي عميل في الدنيا لو بيخش مكان بتاعه واشتغلنا فيه هو عينه مش بتجيب سرطار الميت. مهما كان سرطار ميتة. ومهما درجة كسافتها ميتين كتير جدا. لكن اي عميل في الدنيا بيشوف سرطار اليد صاحي. حتى لو سرطار واحد بس صاحي. والباقي ميت. بيقول لك بص اهو سرطار صاحي اهو. فهو اي اي عميل تمام? اه دفع ارش دفع مقابل. فاوز نتيجة ان هو يمقوت كل سرطار. علشان كده احنا عميل نظام المتابعة. ان احنا بنروح عند العميل بن بنبدأ نشتغل. ولو فيه حاجة تاني جدت عند العميل بعديها باسبوع وعشر تيام. مش لازم تاني يوم ما ينفعش تاني يوم. ليه? عشان احنا قلنا المناعة بتاعة الحشرة. عشان من يوم لعشر تيام وقت ما هروح له تاني تكون الحشرة اللي موجودة عند العميل نسيت الريحة او ريحة ريحة تلعت من الريقة بتاعتها. كويس? فهي نسيت الريحة اللي هي اساسا اللي احنا عملنا بيها. فمن نشتغل بنفس المادة تاني ممكن لسلسار تاني نجيبه بسهولة. بس في وقتها برضو هنرفع التركيز بتاعنا. احنا كنا شغالين مسلا مسلا بداية تركيزي تمانين سنتي موبيت اساسي واربعين سنتي مادة حملة. طب احنا 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 بتكلم مصطلحاتي. مفورد نهاية الترجمة عندك. مادة اساسية اللي هي زي اللمبادة عشرة زي السايكون وهكذا او ما شابه هذلك. تمام? والمادة الحاملة او المادة المساعدة زي يا كفر زيت زي ما قلت لك. يبقى لما اشتعل على رشاشة خمسة خمسة لتر. اشتعل برشاشة خمسة لتر. احط تمانين سنتي لمبادة عشرة. اربعين سنتي. يبقى هتقضي الغرض اللي احنا مطالب منها. كويس? طبعا انا حطتي في المبيت في الاول. بعد كده بحط المبيت عليه مية. بعد كده بقف رشاشتي. بعد كده بضغط الرشاشة. انا هعملها لكم برضو بعملي فيديو تاني. تمام? بحضري ازاي. كويس? اضغط. ابدأ ارش. احنا عندنا في دين الاسلامي بنثى يمن. يعني من على يميننا. يعني ابدأ اول ما بخش المطبخ. اقفل المطبخ علي. واول حاجة بعملها بعد ما اقفل المطبخ علي. اشتغل على الباب بتاع المطبخ. ابروز الباب بتاع المطبخ. ده ما يبقاش اخر حاجة يا جماعة. عشان ده فيه غلط كتير بنقع فيه. بنلاقي الناس بيبقى اخر حاجة يعملها في المطبخ هو باب المطبخ. وبعد كده تلاقي حضرته عدة من تحت الباب وخرج. تمام انت كده اساسا المبيد هيقع على حضرتك. فما ينفعش. شيء بديهي انا ما بشتغل اول حاجة في المطبخ. وارش وبعمل برواز على باب المطبخ. وبعد ما كمل دورتي في تنظيف المطبخ والرش لحد ما اوصل لنهاية المطبخ واخرج بيكون المبيد خلاص وقع. تساقط. تقاطر تحت على الارض. بنبقاش في حاجة تقدر تنزل علي وانا معدي على راسي انا وزميلي. كويس? ده غلط. تاني حاجة ان العميل بيبقى واقف وصاح ومركز لكل حاجة بتحصل. ما ينفعش الشكل العام تبقى انت مهندس محترم او فني محترم معدي والمبيد بينزل عليك. عميلها يقول لك ده راجل ما بيفهمش. انه هو بيعمله ده. بيروش وينزل ويعدي. ده المبيد كله وقع عليه. فغلط غلط غلط. اول حاجة بعد ما تعملها تقفل باب على نفسك المبيد. وليه انا بقفل باب على نفسي على فكرة? عشان برضو اقول لكم. ليه بقفل باب المطبخ عليها? علشان كمية المبيد بالريحة النتجة يكون مستهدف بها المطبخ. لكن او انا بشتغل والمطبخ مفتوح بابه مفتوح كل الريحة هتخرج لبرة الشقة. فبشر هبقى مستهدف اختناء في المطبخ. يبقى لازم اقفل باب على نفسي. لو فغور فقفل باب على نفسي. تاني حاجة ان العميل بيبقى واقف مش لابس ماسك. انا ببقى لابس ماسك ما اقام من نفسي. لكن العميل طبعا مش لابس. فما نفعش ازين. عشان هو واقف بحكم ان لازم يشوفني. فاقفل الباب علشان الريحة ما تطلعلوش بسهولة. كويس? ابقى منبه العميل اكتر من مرة. خد بالى حضرتك ان الريحة شديدة جدا عشان بتتعبش مني. واقف جنب شباك. واقف جنب بلكونة. واقف على باب الشقة وشوفني وانا خارج. العميل اللي حق يأمن على شاقته. لانه بيشوفني الاول مرة. فده مش عيد فيا. مش تقصير فيا. لكن العميل واحد دخله اول مرة شاقته. ليه حق انه يشوكي فيه. كويس? انا كمهندس قديم ما ينفع عادي خالص بالنسبة لي ان لازم يسق فيا الاول. انا ممكن على فكرة بكل سهولة بكل صدر الرحي بافتحه شنطتي. عادي خالص. كويس? بيفتح يشوف الشنطة. ده في حالة العميل لو انا وقفته على الباب. وانا بوقفه لمصلحته. بوقفه عشان الريح ما تتعبوش. لان الريحة جديدة. انا بعمل كلا عشان اقصر على الحشرة بتاعته واللي موجودة عنده. كويس? فحضرتك اقفع الباب وانا وانا خارج كنت هتشوفني اهفتح لك شنطتي وتشوف اللي معي ايه. بكل امانة بكل ادب بكل الاخلاق عالية. احنا ما بنعملش غلط. احنا بنبين حسنينية. ممكن حضرك تخرج من الشقة بسهولة. وحاجة تضيع لقدر الله لاي سبب من الاسباب. اخ هتقول لي المهندس هتقول لي الشركة بتاعت الرش. هتقول لي الولد الفني اولاد المهندس اللي كانوا موجود. ده ليه? ده انك انت مقمنتش دهرك وانت ماشي. كويس? انا بقول لكم بس حاجة بسيطة علشان تاخد بالك وتركز فيها. انا اقاسف لو حد بيتبعني وبظلمه او بيحس ان انا ظلمه. انا بقول لك اه لا درر ولا درار. يبعدوا عن مواطن الشبهات. انت وقفت ان العميل او العميل على باب الشقة. العميل ليه حق ان هو يشوكي فيك. او هو الان في عوز التمن فيوقف. فانت بتبعدوا انه يقف على باب الشقة عشان ما يتعبش. كويس? فلافتها حلوة لفتها كريمة منك. حضرتك والله هنا خارج. هفتح لك شان تبص عليها. فيه ناس كتير جدا من العمل هيقول لك لا يا ابني ما فيش حاجة. وهتجبر في نظرهم اكتر. وهيحترموك اكتر واكتر. تمام? اه درجة تركيز المبيد. على قد درجة كسافة الحشرة اللي موجودة عندك. على قد هتسأل من العميل تعرف هو هشتغل اخر مرة راش امتى? يعني لو هو مبارح مسلا من شركة قديمة تعرف المبيد بتاعك زيه ولا مش زيه. علشان تعرف هتحط المبيد قد ايه? لو قال لك اه والله ده نفس المبيد. يبقى هترفع درجة تركيز المبيد. اتكلمنا وقلنا تمانين في مية. لا هتبقى مية مية سانتي اساسي. تمام? قلنا اربعين حامل. لا هيبقى ستين حامل او ستين مساعد. وهكذا. حسب درجة اصابة. وحسب نوع الاصابة. سورسل الامريكاني غير سورسل الالماني غير باقي الفراش. وهكذا. تمام? يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب الناس ما تدخلش علي. والله الاعجاب انت بتدوسه او التعليق اللي انت بتكتبه دوت عندي حاجة كبيرة جدا ببقى فرحان بيها. وطير من الفرح. ربنا يسعدكم. ربنا ووفقكم. كلنا من نتعلم من بعض. كلنا ما 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 بدقناش كبار. لا احنا بدقنين من تحت الصفر. ابدأ من تحت الصفر. ولا يشغل بالك. ولا يزعلك. ولا يضايقك لما حد يقولك انت حديث خبرة. انت حديث خبرة القال نهاردة. لكن ما هتعرفش بكرة هتبقى فين? ابدأ. يعمل لك هدف اسعى وعلى الله تسهيل. يا رب اللي بيتفرج علي الاول مرة يشارك في القناة. ما ينساش فعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنساش الاعجاب. ولو عندك اي تساؤل اسألني وانا هرد عليك. اسف جدا 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 لتولت عليكم. وهشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.